موسيقى استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم رئيس جمهورية اوزباكستان شوكة مير ضيايف بقصر الاتحادية وعقدت مباحثات بين الرئيسين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات استعرض رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة وأكد رئيس الوزراء أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمار لهذه المنطقة الوعدة لفتا إلى ضرورة مواصلة جهود الترويج التي تسهم بدور فاعل في التعريف بالفرص والمزايا بالمنطقة الاقتصادية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة الحرة اللوجستية لتخزين القمح والزيوت وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأكد رئيس الوزراء أن إقامة منطقة حرة اللوجستية لتخزين القمح وخاصة في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم حاليا سيمثل قيمة مضافة كبيرة مشيرا إلى إمكانية تعظيم الاستفادة أيضا من هذه المنطقة من خلال إقامة مخازن ومستودعات للزيوت المختلفة أعلنت هيئة الكوارث التركية تسجيل زلزال جديد بشدة 6 درجات فصل 4 من 10 على مقياس رختر في إقليم هتاي جنوبية البلاد وأوضحت الهيئة أن زلزال الجديد مصدره ديفني في ولاية هتاي بعمق 16 كم فصل 7 من 10 كما تم تسجيل زلزال ثاني بقوة 5 درجات فصل 8 من 10 مصدره سمنداغ بعمق 7 كم فيما هرع الأهالي إلى خارج البيوت وهم في حالة من الخوف الشديد من كل من سوريا وتركيا كما شعر سكان لبنان بتلك الهزات الأرضية أيضا تقدم النادي الأهل المصري بشكوى للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني وقال النادي في بيان إن الشكوى سببها ما تعرض له فريق الأهلي لاعتداءات وتجاوزات تخالف لوائح المنظمة للعبات كرة القدم قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا اشتركوا في القناة